في وجه رصاص الليل وخطة الطامعين في ارض العراق ترقب الكاميرات الحرارية التي تحركها القوات الامنية البطلة على طول الحدود العراقية السورية ستمائة وعشرين كيلو مترا هنا على الحدود الفاصلة بين البلدين تحاول خلاي الارهاب الداعشي ان تتسلل خفية لكن هذا قد حدث من قبل اما اليوم فللقيادة العراقية قول مختلف وللسيادة على الحدود حديث اخر يكتبه الجيش العراقي والبواسل من القوات البرية بقيادة جنرال العسكرية الفريق الركن عبدالامير الشمري تعاون عسكري وثيق مدروس ينتج تكتيك المراقبة والمتابعة وملاحقة فلول التنظيمات الارهابية تعاون ملموس على الارض بين التحالف الدولي والعمليات المشتركة لانهاء الزمن الداعشي وحماية امن الحدود بالساعة 1115 من يوم 15 اربعة باشرت اللجنة المشكلة من قيادة عمليات المشتركة باستلام المواد الاسلاك الشائكة من قوات التحالف والتي استفاد منها في نصب الشريط الحدودي بين سوريا والعراق لفرقة الحدود السادسة وهذه ليست المرة الاولى التي تضع العمليات الامنية المشتركة خطتها على الحدود بل كانت هذه جولة ثانية وعلى مدار أيام مستمرة ليلة نهار لا تنام العين العراقية في انتاج امن عراقي متكامل لذا فان التحالف الدولي يقدم هذه المرة اسلاكا شائكة وموانع سلكية ضمن دفعة اولى من سلسلة دفعات تستلمها القوات العراقية في سياق تحقيق الهدف الاسماء الخبير الفريق الركن عبدالامير الشمري له باع هنا في الميدان كان اخرها انجاح زيارة باب الفاتيكان التاريخية ولن تكون الجولة الاخيرة او كما يقول لسان حال الجنود الاوفياء للوطن وعلى طريق الحدود الامنة تستمر المسيرة اشتركوا في القناة